خليني أتمن إنسانيا على الأهل في قطاع غزة الأول يعني خلينا نقول يعيشوا برعاية الله كما باقي الشعب يعانوا نفس المعاناة ولا يوجد شيء بيدهم سوى محاولة النجاة محاولة الحياة بقى يعني زي ما نقول طيب خلينا نقول النهاردة بقى أمامنا عدد من التصريحات وفي مفاوضات لهدنة وفي موقف أمريكي يعني بقى فيه شوية تصريحات بمنع شحنة من الأسلحة انت كيف ترى الموقف بعد هذا الاحتلال الإسرائيلي أيضا لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني وتوقف المساعدات يعني خلينا نتفق على حاجة أنا من البداية يعني اختلفت فيها مع كل الأراء اللي كانت موجودة إسرائيل قدرت تصدر مجموعة من الأراء وتداولها الناس بشكل كأنها ثوابت وهي ثبت عكسها تماما لأن إسرائيل لديها أهداف أخرى أولا تحدثت أن الإعلام الإسرائيلي أنه لا يوجد لدى نتنياهو خطة لليوم التالي للحرب وهذا غير صحيح ولديه خطة لم يكشفها ولم يعلن عنها لأنه لن تتوافق مع الإدارة الأمريكية ولن تتوافق مع المجتمع نعم والدليل على ذلك دخول معبر رفاح مفتاح أي شكل من أشكال الحكم في قطاع غزة يتضمن كيف سيدار معبر رفاح يتضمن وصول الشحنة اليوم أول شحنة خرجت من قبرص إلى الميناء المؤقت بالتالي فيه مصار معين كيربي منذ قليل البيت الأبيان مسح كل التصريحات اللي كانت مبارح من أرض قالك سنستمر بإرسال الأسلحة لإسرائيل سنستمر بدعمها ونعترض على عملية موسعة في رفاح ولكن هناك بدائل وهذه البدائل من ضمنها أننا ندعم هيكلة حكم جديد في قطاع غزة ومطاردة باقي قيادات حباس هلين نتكلم على هيكلة الحكم ده؟ ده أول إقرار من الإدارة الأمريكية من بداية الحرب هيكلة من الجانب الإسرائيلي لقطاع غزة؟ هو قال سندعم هيكلة حكم جديد مع إسرائيل في كل من بداية الحرب حتى اليوم كان هناك مشروع مشروع موافق عليه عربيا أن تكون هناك السلطة الفلسطينية متمثلة بالسلطة وأن يكون هناك دمج لباقي الفصائل وأن يكون إدارة فلسطينية بما يؤدي إلى مصار سياسي لأول مرة الإدارة الأمريكية وجون كيربي صرح سندعم هيكلة حكم جديد مع إسرائيل حكم جديد مع إسرائيل طيب نتنياهو صرح منذ بداية الحرب حتى اليوم أنه لا يريد لا حماس ولا يريد السلطة ولا يريد أي مصار يؤدي إلى دولة فلسطينية لأنه مشروع اليمين كله مبني على هذا الموضوع طيب هل لدى الإدارة الأمريكية القدرة حاليا على الضغط على نتنياهو حتى النهاية؟ لا أعتقد الإدارة الأمريكية في وضع صعب هناك انتخابات داخلية طبعا اليهود يشكلون ستة مليون صوت في الولايات المتحدة اللوبي كبير اللوبي كبير منظم بمعنى أنه يستطيع أن يؤثر هنا أو هناك ليس كان العرب والمسلمين في تأثيرهم غير ظهروا غير قوي بالإدارة الأمريكية وأعتقد أن تصريحات بايدن الأمس واليوم هي مجرد دفعات عنوين صحفية للداخل هل هي إرضاء المواطن الأمريكي البعض منهم؟ كي يظهر أنه يضغط في هذا الاتجاه لكن إذا عدنا للوراء يومين فقط في أحداث لا يمكن تفسيرها إلا في إطار أنها متعمدة ولا تخدم القضية الفلسطينية الحدث الأول هو قصف موقع كرم أبو سالم أثناء المفاوضات من قبل حماس وما الهدف من هذا القصف من يفكر بهذه الطريقة بالتأكيد سيكون له تأثير سلبي على القضية الفلسطينية هذا جانب الجانب الآخر في ذات اليوم في ذات اليوم حدثين مهمين مجلس الحرب لأول مرة مجلس الحرب هو مكون من جزئين نتنياهو وداعمي وغانتس وايزنكوت عادة كان الخلاف على إطلاق صراح الرهائن وبعض الخلافات التكتكية لأول مرة يوافق مجلس الحرب بالإجماع على عملية رفع بدأت نشر المنشير وبدأت العملية العسكرية في نفس الليلة حماس وافقت على الورقة المصرية لكن جاءت متأخرة فسرت بشكل آخر بالنسبة للإسرائيليين هذه الموافقة جاءت بالضغط العسكري لم تأتي نتيجة المفاوضة يوم 24 ساعة كان الوفد موجود في مصر كان قادر يقدم الموافق صحيح الوفد كان موجود حتى قبل درب نعم كان يستطيع تقديم الموافق قبل بدء العملية وهذا خطأ استراتيجي آخر يؤكد للإسرائيليين ويؤكد للأمريكان في نفس الوقت أن الضغط العسكري هو من يؤدي إلى نتائج وهذا ما رأيناه في موضوع مع موضوع يعني حضرتك إسران هنا بتقول أنه الضغط العسكري هو الحل وليس المفاوضات لا مش أنا اللي بقول أنا بقول يعني الوضع أنا بقول أنه هم بالوقت توصلوا لهذه النتيجة درأي الجانب الإسرائيين نعم لأنه نتيجة أخطاء فادحة في أثناء المفاوضات يجب على يعني اختيار التوقيت الرفض والقبول جزء من نجاح المفاوضات وليست أمر عشوائي صحيح هذا جانب نأتي للجانب الآخر أنه تزامن احتلال معبررفح مع إعلان الولايات المتحدة أن هناك الميناء المؤقت سيستأنف عمله اليوم اليوم الخميس لاستقبال الشحن شحنات المواد الغذائية بالتالي نحن رأينا أن كل ما قيل في طوال السبعة أشهر كانت عملية تضليل ممنهجة أو تضبيط لهذا الهيطة حتى نصل إلى هذا اللوقت تماما كما كذبتين المشهورين أنه من أهداف الحرب تدمير حماس وأنه من أهداف الحرب استرجاع الرهائل